وزيرة الصحة العامة أنقربتنا كارميل سوكات أطلقت رسمياً مشروع استراتيجية صحة المجتمعات المحلية بإقليم مندول بحضور حاكم الإقليم عيسى الجدي وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين محمود موسى الفيل هكذا وصلت بحثة وزيرة الصحة العامة أنقربتنا كارميل سوكات والوفد المرافق لها إلى محافظة بجندوء التابعة لإقليم مندول برفقة حاكم الإقليم عيسى الجدي حيث كان في استقبال الوفد محافظ محافظة بجندوء السيد جاكوب توبيو وعدد من المسؤولين الإداريين والتقليدين والعسكريين بالمنطقة وتهدف البحثة إلى الانطلاق الرسمي لمشروع استراتيجية صحة المجتمعات المحلية في المندوبية الصحية الإقليمية بمندول بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من قبل السيد أندلي بيغاستان شاكراً الوفد على اختياره للمنطقة التي كانت هي الانطلاقة الأولى للمشروع عقب ذلك تخلى الحفل مسرحية تحكي عن ضرورة متابعة الأحوال الصحية في المراكز والمستشفيات خاصة الحوامل والمرضعات إلى جانب تنظيم الولادة وذلك تفادياً لبعض الأمراض والمشكلات الناجمة عن فترات الحمل المتقاربة لأجل صحة المرأة والطفل حاكم إقليم مندول عيسى الجدي وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور جانبوسكو أكدا خلال كلمتهما بأن تات من الدول التي يستهدفها المشروع وأن صحة الإنسان هي من الضروريات اللازمة في المجتمع مضيفة بأن التوعية لا تقف عند إقليم مندول فحسب بل تشمل بعضاً من أقاليم البلاد الكلمة الختامية كانت لوزيرة الصحة العامة انقربتنا كارميل سوكاد التي قالت إن صحة تعد من أولويات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حيث أن الحكومة وشركائها عبر الوزارة المعنية يسعون إلى تحقيق الهداف المرجوعة في القطاع الصحي بجميع أقاليم البلاد وإلى الزيارة للتفقدية التي قام بها وزير السر والحيوانية والإنتاج الحيواني محمد النظيف يوسف إلى سوق البهائم تهدف الزيارة إلى تفقد أحوال التجار والاستماع إلى مطالبهم رافق الوزير في هذه الزيارة النائب الثاني لبلدية أنجمينة التفاصيل لدى حسن جدا يعد قطاع الثروة الحيوانية من الموارد الأساسية للبلاد وبما أنها تتمتع بثروة حيوانية هائلة من الأغنام والأبطار بمختلف عنواعها فقد وضعت الحكومة خططاً واستراتيجيات لزيارة الإنتاج والإنتاجية إلا أن النظر إلى بناء سوق حديث للمواشي لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار هذا ما دعا وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف بالقيام بزيارة إلى سوق البهائم الكائن بحارة ديقيل ذلك لتفقد أحوال التجار والاستماع إلى مطالبهم وصعوبات التي يواجهون حال السوق ده من الواجب تمرقوا لنا برها سووا لنا زريبة قلوا لنا فوق بيار تنين جاي وجاي عنده بقر عنده غنم السوق ده تشيفة أسا قالت حالة ديقام موجة كله بقر ثلاثة ألف أربع ألف جنب في السوق ده تلبية لإحتياجات أصحاب المواشي فقد عبدت كل من بلدية أنجمينة عبر العمدة النائب الثاني لها صالح كوشي ووزارة الثروة الحيوانية استعداد حمال لتنفيذ متطلبات التجار في القريب الأجل نشوف لكم إن شاء الله بكان حسب ما قال مير بكان برا ونبنوا لكم مرشي إن شاء الله موافق لأن اقتصادنا جات لإبما فيما ندور بقر واحدة كله تموت إن تصنيف جات من ضمن الدول التي تتمتع بثروة حيوانية هائلة جاء نتيجة لما تمتلكه من الكم الهائل من رؤوس المواشي ولكي تبقى على ما هي عليه يجب الأخذ بعيد الاعتبار كل الوسائل التنموية لهذا القطع نظم المكتب الفرعي للحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة بول يوما قدموا فيه الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بي إتنو على الجهود المبزولة المتواصلة التي بزلها في مجال الأمن والاستقرار بحضور الأمين الإقليم النائب وعدد من المناضلين والمناضلات إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية المتحالفة التفاصيل لدى عبد الرحمن آدم الرحمن وسط حشد كبير من مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم البحيرة تأتي هذه المناسبة الخاصة بتقديم الشكر والعرفان إلى صاحب الفخامة إدريس دي بي إتنو بعد أن أرسى دائما الأمن والاستقرار بإقليم البحيرة وعب أداء الروب والخوف من وسط مواطني البحيرة الذين ذاقوا وعاشوا في السنوات الماضية تحديات جماعة البوكو حرام وألا هسب الأمين العام الإقليمي النائب للحركة الوطنية للإنقاذ فقد دعا كاف السكان إقليم البحيرة أن يحمد الله على نعمة الاستقرار مشيرا في الوقت ذاته بأن هذه الخطوات جاءت نتيجة للجهود الجبارة والنظرة الدائمة لرئيس الجمهورية دريس دي بيتنو الذي يسأى دائما إلى أمن وسلامة المواطنين أينما كانوا وعليه يجب تكثيف الجهود والعمل المتواصل على مساعدة رجال الأمن في بسط الأمن والاستقرار بإقليم البحيرة وذلك يدخل في إطار جهود السلطات العليا بالبلاد هذا وقد تويجت المناسبة بالرقصات التقليدية من قبل أصحاب الخيل ابتهاجا بالأمن والاستقرار الذي ساد كافة إقليم البحيرة بعد أن زهزهته جماعة البوكو حرام في السابق ونبقى بإقليم كانم والدورة التدريبية التي نظمها مشروع دعم المياه والصرف الصحي التابع للصندوق الأوروبي للتنمية لصالح عدد من أبناء الإقليم حيث ترأس الأعمال الأمينة العامة لإقليم كانم أباكر الحاج عبد الكريم المزيد لدى حسن جدة بالجملة خمسين فنيا قدموا من مختلف المناطق بإقليم كانم وذلك للمشاركة في هذه الدورة العاشرة التي نظمها مشروع دعم المياه والصرف الصحي التابع للصندوق الأوروبي للتنمية هذا وقد بدأ حفل الافتتاح بكلمة مسؤولة مشروع دعم المياه والصرف الصحي بكل من كانم وبحر الغزال زهر عبد الرحمن كلي تلا ذلك خطاب منذوب التنمية الريفية بكانم مي علي طاهر الذي قال فيه إن القطاعات التقنية اللامركزية تحتاج إلى التوجيه نتيجة لأن غالبية القرى بإقليم كانم تشكو من عدم وجود كوادر تقنية مؤهلة تعمل في مجال حفل الآبار بالطرق الحديثة لذا جاءت هذه الدورة لترفع من كفاءات العاملين في هذا المجال بالإقليم أما الأمين العام لإقليم كانم أباكر الحاج عبد الكريم أثناء افتتاحه لعمال الدورة أشر إلى أنه خلال ثلاثة أيام من التدريب سيتلقى المشاركون الكثير من المعلومات التي من شأنها تسمح لهم ببناء قدراتهم كما أن الدورة جاءت لتضع حد لمشكلة المياه الصالحة للشربة التي بات يعاني منها سكان المناطق الريفية دعيا المشاركين إلى تطبيق ما سيتلقونهم معلومات خلال هذه الدورة على أرض الواقع وراء أثر جسمان النائب البرلماني إبراهيم موسى صباح اليوم مقبرة لا ماجي حيث توفي الفقيد صباح اليوم بمستشفى النهضة بالعاصمة انجمينة كان ذلك بحضور رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كابادي إلى جانب الأهل وأقارب وأصدقاء الفقيد محمود حسن سامبو مئات المواطنين منهم نواب الجمعية الوطنية بمختلف انتمائتهم السياسية في مقدمتهم رئيسها الدكتور هارون كابادي حضروا منذ الصباح الباكر إلى بيت البرلماني الراحل إبراهيم موسى روغا الذي وافته المنية صباح هذا الأحد السابع عشر من ديسمبر 2017 ذلك بعد مرض أن ألزمه الفراش لحوالي ثلاث سنوات فقبل تشيل يثمان إلى مقبرة لا ماجي فقد تهدثه رئيس الجمعية الوطنية أمام الجثمان الذي عطي بالعالم الوطني حيث أوضح بأن الفقيد الذي ولد في الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 في عنجامينة قد انتخب نائما برلمانيا عن الدائرة الخامسة لبلدية عنجامينة وأنه ينتمي إلى الكتلة البرلمانية لانحركة الوطنية للإنقاذ MPS وأنه كان يقوم بأداء عمله البرلماني بكل جد ونشاط فبعد أداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد فقد حملها الجثمان مباشرة إلى مقبرة لا ماجي حيث غري الثارة هناك هذا وبعد عدت المشاركين في تشيل الجنازة إلى مائة من فقيد فقد أبر أهد أبناء الأسرة عن انتباعته تجاه المشاركين ونشكر البرلمانيين كلهم ونشكر الأسامبري ناسيونال بكون في مدة ثلاثة سنة وطعبان هذا ما قصروا وكفوا أنا جهودهم سواء هكومة سواء أنا جهودهم أحد نواب لجميع الوطنية الذي يعتبر أقرب جار للفقيد في الحارة قد أذلى بشهادته عن الفقيد بحق إنا لله وإنا إليه راجئ اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان